يبقى ملف الجرحة مفتوحا كما هي عادة الجراح قصة هذا الملف الذي لا مؤشرات جادة على إغلاقه باتت تشكل أحد كوابيس المرحلة التي ستمتد أثارها إلى المستقبل مع تطاول الإهمال وتعمل لمبالاة من الجهات المسؤولة في تعز المدينة التي تنزف جراحها منذ قرابة العامين والمحاصرة ممكن لشيء وبعد أن تعفنت جراح شبابها جاءت المبادرة الأخيرة بمعالجة ما يقارب مئتي شاب من جرح المقاومة والمدنيين الذين سقطوا بنيران الميليشيا لكن هذه المبادرة الإماراتية لا تزال عالقة حتى اللحظة ولم تحدث فرقا في حياة من كانوا ينتظرونها لأشهر طويلة قبل أيام تقرر سفر الدفعة الأولى من الجرحة إلى السودان عبر عدن التي وصلها أكثر من 40 جريحا بعد مخاطبة رسمية من محافظ تعز إلى محافظ عدن وسلطات الأمنية هناك لتسير دخولهم إلى المدينة في مشهد كان مثيرا لاستغراب الجميع على طريقة التعامل بين السلطات التي يفترض أنها تابعة لسلطات واحدة وصل الجرحة إلى عدن وهناك انتهت رحلتهم في وضع مزل وخدمات سيئة وبلا متابعة من أي من المسؤولين القائمين على هذا الملف فيما تزداد معاناتهم كل يوم أكثر من ذي قابل نظرا لغياب الرعاية الطبية هذا الوضع دفع ناطق باسم المجلس العسكري في تعز إلى مناشدة رئيس الجمهورية التوجيه بالإسراع بمعالجة وضع الجرحة هناك ونقله من الخارج لتلقي العلاج كما كان مقررا كان هناك الكثير من التوجيهات في وقت سابق ولا يبدو أن توجيها جديدا سيغير الوضع كثيرا ما لم يتبعه تحركات جدة لمعالجة هذا الملف المؤرر ترجمة نانسي قنقر